ما زلنا مولانا بنتأمل في اسم جميل من أسماء الله الحسنى هو اللطيف إيه مظاهر لطف الله بعباده؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد كما قلنا في الحلقة الماضية أن اللطف هو معنى يدور على الخفاء وعلى الدقة وأيضا على المفاجأة فمعنى أن الله لطيف أنه بر بعباده يتداركهم بالخير أو بالفرج من حيث لا يعلمون أو من حيث لا يتوقعون أو يلطف به في شيء يحدث له ويتوقع منه خسارة كبرى ثم لا تحدث خسارة أو هو مظاهره في العباد يعني متعددة بتعدد من يتعرض للمشكلات من عباده وهم طبعا يعني عدد لا نهائي طبعا فمظاهر اللطفة مظاهر كبيرة جدا ويعني تتعلق بالإنسان تتعلق أيضا بالحيوانات ده من وحن أجنة بالضبط فمن نسبة للإنسان هو العلماء ضربوا مسأل الأجنة ده وهو مسأل قوي جدا يعني مثلا يلطفوا بالجنين في بطن أمة وفي يخلقكم في بطن أمهاتكم خلقا من بعد خلقا في ظلمات ثلاثة يعني سبحان الله يعني يخلق النور والفكر والقوة والتفكير من كائن ظلامي في الظلام في الرحم في الرحم السلمات الثلاثة دي هي بطن الأم ورحم الأم وقالوا الغلاف الذي فيه الجنين وهو الذي سمى بالمشيمة كمان يعني لا يتركه بعد أن يخرج من بطن أمة أو ينزل بطن أمه إنما يلهمه بأمور تحافظ على حياته وحتى قالوا أنه يلهمه كيف يلتقم تد أمه حتى لو ولد بليل من غير تعليم ولا من غير تدريب وهو عيون مقفل حتى لسه ما شفش حاجة أيضا لا يتركه في فترة الرضاع تنبت له الأسنان إنما يؤخر أنبات الأسنان هذه الفترة أنه لا يحتاج إلى الأسنان في اللاب وإلا لو نبتت له الأسنان طبعا وهو لا يستطيع أكل الطعام في هذه الفترة النتيجة إيه؟ النتيجة أنه هو أي حد أو أي شيء حيرضعه حيقضعه فهذا لطف أنه يؤخر الأسنان دي إلى فترة معينة حين يحتاج للطعام مش حين فمعه شغل الرضاع عايز أجهزة وآلة يتعامل بها مع الطعام هنا تنبت الأسنان وحتى في الأسنان قالوا أنه لا ينبتها على نمط واحد إنما ينبتها نمط يعني فيه أسنان عريضة للطحن وفيه أنياب للقطع وفيه بيسموها الثناية يعني الأسنان الأمامية دي برضو للقطع من قطع الطعام وبعدين فيه الطحن وبعدين فيه وتعهدوا حركة اللسان في أنه يعني يقلب الطعام داخل دي الخلاط ده بالظبط ده يعني ودي ده من هنا على شكل شوية اللي ما دغتش وديها للمدق وهكذا هذا لطف فعلا يعني إحنا ما مفكرش فيه لكنه لطف